الآن إلى جولة في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورات الحرب على قطاع غزة في يومها السابع والأربعين بعد المئة نستهل الجولة من مجلة فورين فوليسي التي نشرت مقالا تحت عنوان الجميع فشل في تقديم استراتيجية لوقف هجمات إسرائيل الوحشية في غزة قالت المجلة أن المنطق الوحشي لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة ناتج عن فشل المجتمع الدولي في تقديم استراتيجية متماسكة قابلة للتطبيق لردع هذا العدوان الذي يشهده القطاع ذكرت المجلة أنه منذ بداية الصراع دعمت إدارة بايدن حرب إسرائيل على القطاع مع الضغط على إسرائيل لتخفيف الخسائر الإنسانية الناجمة عن عملياتها إلا أن هذا النهج كان محبطا وهزيلا للغاية لأن المجتمع الدولي لم يستطع أن يملي حلا لإنهاء الحرب ووقف إراقة المزيد من دماء المدنيين ترى المجلة أنه في حال أراد المجتمع الدولي من إسرائيل أن تغير استراتيجياتها ووحشيتها الممنهجة في غزة يتعين عليها أن تقدم بدائل قابلة للتطبيق على الأرض مع إلزام الأطراف كافة ولكن رغم ذلك لا توجد تلك الاستراتيجية الفاعلة حتى اللحظة نشرت صحيفة لموند مقالا تحت عنوان الاستراتيجية الإسرائيلية للفوضى في غزة غير مقبولة قالت الصحيفة أنه مع كل يوم يمر في غزة يكتشف المزيد من الجوانب المحنة التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون والمآسي التي أضيفت إليها مأساة جديدة شهدها شارع الرشيد وما ترتكبه إسرائيل من مجازر بحق المدنيين العزل بحسب الصحيفة لا ينبغي اعتبار مأساة شارع الرشيد بمعزل عن ما يجري في قطاع غزة بل على العكس فهو يكشف ما تنوي إسرائيل أن تفعله بغزة بعد القتال الذي تم لم تضع له نهاية بعد أوضحت الصحيفة أنه في ضوء التدمير الممنهج لقطاع غزة الذي حولته العمليات العسكرية إلى خراب ودمار فإن إسرائيل لا تسعى إلا إلى تدمير البنية التحتية والقضاء على أي شكل من أشكال الإدارة فضلا عن إنهاء عمل وكالة الأونروا ونناقش ما جاء في هذه الصحف مع ضيفنا من لندن أكرم عطلة الكاتب والباحثة السياسي أكرم أهلا بك على الشاشة الغد إذن فورن فوليسي تقول الجميع فاشلة في تقديم استراتيجية لحل الأوضاع في غزة السؤال هو هل بالأساس هو فشل أم أنه لا يوجد رغبة ولا إرادة دولية لوقف هذه المجازر في غزة تحية لكم سيدة يارة ولي جميع مشاهدي قناة الغد هناك التباس كبير بهذا الموضوع هو العالم لم يتقدم بحل لأن الولايات المتحدة الأمريكية واضح أنها تضع يدها على ملف بمعنى أنه الاحتكار الأمريكي للحرب ولإدارتها منع العالم من أن يبدي حتى وجهة نظر في هذا الملف وإذا ملاحظنا أن أوروبا على سبيل المثال تتخذ خطواتها بعد الولايات المتحدة الأمريكية تشير الولايات المتحدة الأمريكية إلى موضوع الاعتراف بالدولة بعدها أوروبا تذهب بهذا الاتجاه تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستضع أربع مستوطنين على قائمة العقوبات بعدها أوروبا تضع نفس الأسماء على قائمة العقوبات بمعنى أن هناك انعدام إرادة لدى المجتمع الدولي خشية من الولايات المتحدة الأمريكية ولإدراك المجتمع الدولي أنه فيما لو تقدم بخطة فإنها ستجد حائط صد كبير اسمه واشنطن رأينا كيف تقف ورأى العالم كيف تقف في مجلس الأمن تمنع أي تقدم بهذا الملف أو أي تغيير بوجهة نظر الإدارة الأمريكية لإدارة الحرب إسرائيل الولايات المتحدة ربت الغولي الإسرائيلي الغولي الإسرائيلي كبر أكثر من اللازم لم يرتدي لم يستجيب لأي طلب من طلبات تجنب المدينة للحرب بما في الولايات المتحدة بدأ هذا الغولي كل من رأس مال الولايات المتحدة الأمريكية ونرى الصدام بين واشنطن وبين تل أبيب خلال هذا الأسبوع على موضوع التهدئة التي تدفع باتجاهها الولايات المتحدة في رمضان ونرى نراقب كيف ترد إسرائيل وكيف تزاحم الولايات المتحدة الأمريكية بين خيارين بين نارين الولايات المتحدة لا قادرة على التخلي والضغط على إسرائيل ولا قادرة على إلزام إسرائيل ولا تستطيع أن تدفع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل بمعنى حالة الالتباس التي ولدتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العلاقة بين العالم وبين إسرائيل في هذا الملف هي من يمنع إيجاد ثغرة في الجدار الحرب القائمة والتي تحولت من حرب طبيعية إلى إبادة مشارية أنتقل معك إلى لوموند الفرنسية التي نشرت المقال بعنوان الإستراتيجية الإسرائيلية للفوضى في غزة غير مقبولة ماذا نفهم من هذا العنوان؟ هل هو تعاطف من هذه الصحيفة بشكل كامل؟ أما أنت ربما تريد من إسرائيل استراتيجية أكثر دقة وتكتيكة لا يفهم منه أنه تحذير وتخوف كبير وضوء أحمر يضاء أمام العالم أن إسرائيل تسعى إلى صومة لتقطاع غزة إسرائيل تسعى لنشر الفوضى حتى إلى الدرجة التي اضطرت فيها تدخل الولايات المتحدة بالطلب من إسرائيل بعدم ضرب الشرطة المدنية التي تقوم بحراسة الشاحنات إسرائيل تدرك أنه في حالة مجاعة وحالة المجاعة عادت الفلسطيني الفلسطيني ليس هكذا الفلسطيني منظم ومهذب لكن في حالة المجاعة تعود البشرية إلى غرائزة الأولى هي تصارع صراع البقاء وصراع البقاء يأخذ شكلا من أشكال التوحش وبالتالي الناس تتزاحم الناس تقتتل الناس تتصارع على موضوع المساعدات حين تأتي المساعدات قليلة أقل من المطلوب بالتأكيد سيشهد نوع من التسابق سيزيد حدة الصراع في صراع البقاء نحن نشهد شراسة بين الشعوب في صراع البقاء الطبيعي أن الفلسطينيون يصطدمون يختلفون يتصارعون هذا هو المشهد الذي تريده إسرائيل إسرائيل تريد أن تقول أن هذا شعب لا يستحق دولة ولا يستحق سياسة ولا يستطيع أن يتعاطى مع السياسة وبالتالي هذا شعب من الوحوش هذا شعب وبالتالي هذا مكيف للرواية الإسرائيلية الصحيفة تنبه إذا ما ذهبنا حتى مع رواية هجاري الذي قال بين قوسين بأن ما حدث في شارع الرشيد سببه تدافع الفلسطينيين ما الذي أدى إلى تدافع الفلسطينيين ليست المجاعة التي فرضتها إسرائيل عليهم لا وكأننا نسلم برواية دانيال هجاري التدافع الفلسطينيين لا يؤدي إلى بتر الأطراف ولا يؤدي إلى هذه الإصابات التي رأينا هذه إصابات قصف شهود العيان تحدثوا عنه في شيء جريمة تمت عليها كل شهود ألاف شهود عيان على هذه الجريمة هذا ما يخرج هجاري ويقول أنه بسبب التدافع بسبب التدافع تختنق الناس بسبب التدافع يعني أكثر شيء يصبح اختناق ولكن ليس جروح حادة وعظام تتكسر ودم ينزف لا لا ليس كذا يحدث لكن سبب التدافع المقصود فيه هو إظهار الشعب الفلسطيني باعتباره شعب من الوحوش البشرية لأنه إذا نذكر اختياره في بداية ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي؟ قال نحن نقاتل وحوش بشرية وزير الدفاع قال في بداية الحرب وهذه ضمن التصريحات التي أخذت لمحكمة العدل الدولية رفعتها جنوب أفريقيا نحن نقاتل وحوش بشرية المشهد الذي تريده إسرائيل هو تأكيد للرواية الإسرائيلية أن الشعب الفلسطيني هو عبارة عن وحوش بشرية تقطع الغذاء تصنع مجاعة العالم لا يحرك ساكنا بهذه المجاعة ثم تبدأ إسرائيل توافق على تقطير الغذاء بالقطارة تقطير الغذاء يتدافع الناس شكلهم في تزاحم قد يحدث إصابات من هذا التزاحم طبعا ليس الإصابات التي حدثت في مجزرة أدوار النابلسي في شارع الرشيد لكن قد يؤدي إلى ضحايا بالاختناق أو بغيره وبالتالي يتم تأكيد رواية الإسرائيلية بأن هذا الشعب هو شعب من الوحوش البشرية وبالتالي هذا يبرر لإسرائيل ما الذي ترتكبه في قطاع غزة أنها تقاتل شعب على هذه الدرجة من الوحشية طيب ابقى معي أستاذ أكرم أيضا سننتقل إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة إسرائيل اليوم التي نشرت تحت عنوان عفوا صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت تقريرا تحت عنوان تزايد عدم القانون أدى لإبقاء شمال غزة معزولا عن المساعدات قالت الصحيفة أنه منذ بداية الحرب لم يصل سوى عدد قليل من شاحنات المساعدات إلى شمال القطاع ما أدى إلى أزمة جوع واسعة النطاق وصلت إلى ذروتها بعد أن انضم برنامج الغذاء العالمي إلى الأنر وفي وقف إيصال المساعدات إلى الشمال ذكرت الصحيفة أن القصف الجوي والاجتياح البري الإسرائيلي أدى إلى تدمير الشمال بأكمله وأن حرمان المدنيين من الطعام عمدا يعد جريمة حرب ما يعني أن إسرائيل بأكملها مذنبة ويجب محاسبتها قالت الصحيفة أن فقوصات التغذية في المراكز الصحية والملاجئ تظهروا أن ما يقرب من 16% من الأطفال دون سن الثانية يعانون سوء التغذية الحاد أو الهزال في شمال غزة بسبب قيام الآباء بإطعام أطفالهم العلف الحيواني على أمل إبقائهم على قيد الحياة ننتقل إلى صحيفة الجارديون التي نشرت تقريرا تحت عنوان الأمم المتحدة تقول أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مشاركة موظفي الأنروا في هجمات السابع من أكتوبر قالت الصحيفة أن إسرائيل لم تقدم بعد أكثر من شهر على أدلة تدعم مزاعمها بأن بعض موظفي أكالة الأنروا شاركوا في الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر ذكرت الصحيفة أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية أطلق تحقيقا في يناير الماضي في أعقاب الإدعاءات الإسرائيلية وقدم تحديثا حول التقدم المحرز في التحقيق إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش يوم الأربعاء الماضي نقلت الصحيفة عن دبلوماسينا اطلعوا على التقرير الأول لتأكيدهم أن التقرير لا يحتوي على أي دليل جديد من جانب إسرائيل منذ العرض الأول لإدعاءاتها في يناير الماضي نناقش هذا التقرير مرة أخرى مع ضيفي أكرم مع طالة أستاذ أكرم مرة أخرى أرحب بك هناك إصرار وتعمد فضيع من قبل إسرائيل على إلغاء ونصف الأنروا والاتيان بمنظمات بديلة لماذا؟ لأن الأنروا يعني قضية اللاجئين إسرائيل ترتكب إبادة بحق اللاجئين وعلى الطريق أيضا إبادة بحق الأنروا ما يجري هو إبادة بحق الأنروا وإذا ما ربطنا أستاذ يارة طبيعة المساعدات من الجو هي تسليم ضمني بإلغاء دور الأنروا عندما تسقط المساعدات مباشرة من الدول المتبرعة للمواطنين الفلسطينيين مباشرة بهذا الشكل هذا يعني أنه لم يعد وسيطا اسم الأنروا وأمل من الدول أن تنتبه إلى هذه الخطوة الإسرائيلية لكن إسرائيل منذ سنوات وهي تسعى إلى إلغاء الأنروا ومعتبر أنه إلغاء الأنروا يعني إلغاء اللاجئين الفلسطينيين وكل الحرب على قطاع غزة هي حرب على آخر حصون اللاجئين الفلسطينيين وكتلة اللاجئين كلها في قطاع غزة ضف الغربي النسبة قليلة جدا بعض المخيمات الصغيرة التي أيضا تجتاح إسرائيل بعد لاجئون العراق واللاجئون في الكويت وفي سوريا بعد ما حدث في سوريا ومخيم نهر البارد الأمور كلها لا تنفصل عن نفس السياقات إسرائيل أنا أتابع مثلا على واي نت يوميا تنشر أهم الفيديوهات وفيديوهات كلها التي تنشرها إسرائيل نشرت فيديوهات لمقاتلين في التحقيق ألقت القبض عليهم وبعض المعتقلين من حركة حماسة الفيديوهات دائما تنشر لم أشاهد فيديو واحد لأحدهم يقول أنا موظف في الأنروا ما فيش ولا واحد وإسرائيل لو ضبطت لماذا لم تضبط من بين المعتقلين حتى الآن كل معتقلاتهم إسرائيل من قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر داخل الحدود خارج حدود قطاع غزة داخل الكويتسات وحتى اعتقالت أثناء اجتياحات المناطق برأيك هل سيخذ العالم اللاجئين الفلسطينيين والأنروا سيرفع يده عنها؟ بكل أسف البرنامج الإسرائيلي برنامج طاغي لأنه تدعم الولايات المتحدة الأمريكية والآن الولايات المتحدة الأمريكية التي سارعت إلى تجميد دعمها للأنروا وهي تدعم بثلثين موازمة الأنروا بالمناسبة إذا تحدثنا أن وقف التمويل الأمريكي هذا يعني انهيار للأنروا تتحدث عن الوكالة الأمريكية للتنمية بديلا عن الأنروا بمعنى بديل وأنا كما قلت أن المساعدات المباشرة التي تدخل دون الأنروا أيضا كأنه تسليم بالعالم كتسليم من قبل العالم بتجاوز الأنروا يعني لماذا لا تسلم هذه المساعدات للأنروا وتقوم الأنروا بدورها الطبيعي وبالتالي فعلا هناك خشية من أن يسلم العالم وكأنه بدأ يسلم لم تضخ الأموال للأنروا حتى الدول التي لم تعلن عن موقف يتطابق مع الموقف الأمريكي الإسرائيلي بشطب الأنروا هذه الدول كأنها تقف تخشى من إغضاب الولايات المتحدة وإسرائيل توقفت عن التبرع للأنروا والنداءات التي نسمعها من الأنروا أنه ستكف عن خدماتها خلال أسابيع ودفع الرواتب هذا كله في نفس السياق أنه إسرائيل التي منذ سنوات تضع الأنروا كشاخص للرماية بهدف إطلاق النار عليه وإبادته توفرت لها ضحفة تاريخية تبيض الأنروا وخطاع غزة دفعا واحدة شكرا لك أكرم معطلة الكاتب والبحث السياسي على هذا التحليل كنت معنا من لندن